موسيقى نشرة وظهيرة أهلا بكم هذه أبرز العنوي دعم المغرب لإسبانيا لتجاوز كارثة فيضنات فالنسيا يتعزز بقافلة تضامنية جديدة التحقت بأخرى بأرسلة بتعليمات ملكية القافلة هي الثانية في ظرف أسبوع واحد الجيش الإسرائيلي يواصل سهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بعد أوامر بإخلاء عدة مباني السينيغاليون يختارون اليوم برلمانا جديدا في انتخابات تشريعية مبكرة يراهن فيها الحزب الحاكم على أوسع أغلبية ممكنة لتنفيذ برنامجه الرئاسي مهرجان سينما الهجرة يختتم في أغاديير الدورة العشرون كانت منبر للسينمائيين المهتمين بقضايا الهجرة من مختلف الزوايا أهلا بكم دعم المغرب وتضامنه مع إسبانيا لتجاوز آثار كارثة فيضانات فالنسيا تتعزز بقافلة تضامنية جديدة وصلت أمس إلى ميناء موتريل وانطلقت بعد ذلك إلى المدينة المنكوبة القافلة تضم 13 شاحن إضافية على متنها فريق من 34 شخصاً بينهم تقنيون تحت إشراف الوقاية المدنية المغربية يلتحقون بالفرق المغربية المتواجدة على الميدان منذ الأربعاء الماضي في إطار دعم وتضامن مع هذا البلد الجاري والصديق بتعليمات من جلالة الملك محمد يد العون والمساعدة من المغرب إلى إسبانيا شاحنات تحمل معدات وفرق إنقاذ متخصصة وصلت إلى ميناء موتريل الإسباني مساعدات عاجلة هي الثانية من نوعها في ظرف أسبوع واحد تأتي في أعقاب الفيضانات التي اجتحت مناطق واسعة في الجارة الشمالية خاصة في فالانسيا متسببة في خسائر فادحة قافلة المساعدات المغربية تتكون من ثلاث عشرة شاحنة من بينها ثلاث عشرة شاحنة بها مذخات مياه كبيرة وشاحنة واحدة محملة بأدوات الإصلاح والصيانة إضافة إلى معدات أخرى 34 متطوعا متخصصين وصلوا أيضا إلى إسبانيا للمساعدة الإنسانية وجهود الإنقاذ مساعدات وفريق يعزز جهود الإغاثة التي تباشرها حاليا الفرق المغربية ميدانيا في فالانسيا حيث تساهم في إزالة الأوحال والأنقاض ودعم جهود السلطات الإسبانية المتطوعون المغاربة سيتركز عملهم على عمليات تنظيف المناطق المتضررة وإزالة الأنقاض مع التركيز على فتح المجار المائية المسدودة المبادرة المغربية لاقت ترحيبا في إسبانيا هي ترجمة لروح التعاون والصداقة التي تقاس في زمن المحني والأزمات في لبنان واصل الجيش الإسرائيلي السهدفة ضاحية بيروت الجنوبية بغارات جوية بعد تعليمات بإخلاء المباني المسهدفة وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن صواريخ أطلقت من لبنان نحو شمال إسرائيل سعاد سعيد راوي يتواصل القصف على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان أمس استهدفت غارة عنيفة حارة حريق أوذت بحياة ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وفي جنوب لبنان تعرضت مدن وقرى عدة لضربات كثيفة ووزارة الصحة اللبنانية تخبر بمقتل مسعفين الضربات الإسرائيلية حولت بلدات بكاملها إلى أطلال والجيش الإسرائيلي يقول بأنه استهدف مخزن أسلحة ومركز قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية بعدما أنظر السكان بإخلاء بعض الأحياء ومساء أمس أفادت أجهزة الأمن الإسرائيلية بسقوط قنبلتين ضوئيتين على مقر إقامة رئيس الوزراء بنمين نتنياهو القنبلتين سقطت في ساحة المنزل في وقت لم يكن نتنياهو وعائلته موجودين في البيت وفي نفس الوقت أطلق حزب الله مجموعة من الصواريخ على خمسة قواعد عسكرية وصفارة الإنذار لا تتوقف في بلدات وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق طائرة مسيرة من لبنان الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل جوندي في جنوب لبنان لتبلغ حاصلة القتل في صفوف الجيش 48 عسكريا إسرائيليا منذ شوتنبر الماضي يتواصل هذا المشهد الدامي في لبنان في نفس الوقت الذي أعلنت فيه السلطات اللبنانية دراسة مقترح أمريكي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله لكن صورة هذا الاتفاق ما زالت ضبابية تشبه لون سماء لبنان التي هجرها السلام وفي قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي ماضي في مجازره وجرائمه استهدف بقصف جوي مبنى سكني في بلدة بيت لاهية في شمال القطاع وقد أفادت دفاع المدني على إثر ذلك بانتشال 26 جثة بعضها لنساء وأطفال فيما لا يزال نحو 60 فلسطيني على الأقل وغالبيتهم من الأطفال والنساء أيضا تحت أنقاض البناية المسهدفة والمكونة من خمسة طوابق قبل ذلك أحصي خلال الليلة الماضية 46 شهيدا وارتفعت الحصيلة الإجمالية للشهداء إلى 43.850 شهيدا في عاصمة البرو ليما حيث تعقد قمة منتدى تعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي قام أو عقد لقاء أخير بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قبل نهاية ولايته والرئيس الصيني شي جينج بينغ لقاء زعيمي أدخم اقتصادين متنافسين في العالم تترق لمواضيع كثيرة بينها انتقال السلطة بين بايدن ودونالد ترامب فيما يخص علاقات واشنطن بي بيكين حيث شدد شي جينج بينغ على أن بلاده ستسعى ليكون هذا الانتقال سلسا وعلى استعدادها للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب من جانبه أعلن بايدن أنه يتعين على البلدين بذل كل ما في وصعهما لمنع المنافسة بينهما من التحول إلى نزاع يدل السنغاليون اليوم بأصواتهم لاختيار نوابهم في انتخابات تشريعية مبكرة يراهن الحزب الحاكم فيها بالفوز بأوسع أغلبية ممكنة تسمح بتنفيذ البرنامج الانتخابي الذي وصل على أساسه الرئيس باسيرو ديوماي فاي إلى رئاسة البلاد قبل ثمانية أشهر شليلا بن فتان إلى مكاتب الاقتراع في وسط العاصمة ذكر توجه سنغاليون صباح هذا اليوم للايدلاء بأصواتهم لاختيار 165 نائبا سيشغلون مناصبهم لمدة خمس سنوات فيما يسعى قادة البلاد للحصول على أوسع أغلبية ممكنة لتنفيذ أجندة ما السياسية التي أوصلتهم إلى السلطة قبل ثمانية أشهر وسط مخاوف من حدوط اضطرابات بسبب توتر خلال فترة الحملة الانتخابية التي شهدت مواجهات بين الخصوم السياسيين وفي بعض الحالات تخللت أعمال عنف وتتنافس في الانتخابات أزيد من أربعين لائحة تشمل أحزابا واتلافات وتحالفات لكن هناك أربع تحالفات تبدو هي الأبرز في هذا الاستحقاق المبكر إذ يقود الوزير الأول عثمان سونك اللائحة الوطنية لحزب الوطنيين من أجل العمل والأخلاق والأخوة المعروف اختصارا بباستيف كما يقود الرئيس السابق ماكيسال تحالف تاكوالو أي العزم والإنقاذ فيما يرأس الوزير الأول السابق في عهد ماكيسال والمترشح الخسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة آمد تحالف السلام والإزدهار أما رابع أبرز تحالفات المتنفسة في التشريعات السينغالية فهو سام ساكادو أو الوفاء بالعهد ويقود عمد الدكار بارتلمي دياز وتتمثل أولويات الداخبين في توفير فرص عمل وتقوية الاقتصاد إذ أثرت معدلات التدخم المرتفع على مستوى المعيشة فيما يواجه الشباب لدينا يتزايد عددهم صعوبات في إيجاد عمل للإشارة سبق أن شهدت السينغال الدولة الواقعة في غرب إفريقيا موجة من أسوأ أعمال العنف في تاريخها الحديثة قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت مارس الماضي تزامنا مع الاحتفاء بالعامي الثقافي قطر المغرب في الدوحة وفي إطار هذه الاحتفاءات انطلقت في مراكش أمس الدورة الثالثة لمنتدى الأعمال القطري الإفريقي تحت رئاسة رئيس الحكوبة عزيز أخنوش عن الجانب المغربي وعن الجانب القطري الشيخ المياسة بنت حمد بن خليفة الثاني رئيسة الأعوام الثقافية التي اختارت المغرب شريكا ثقافيا للعام 2024 يجمع حدث مراكش روادا بارزين في القطاعين الخاص والعام لمناقشة العديد من المواضيع الاستراتيجية التي تهم القارة الإفريقية مرر مجلس النواب أول أمس بأغلبية 171 نائبا مشروع قانون المالية للعام 2025 بعد أن صادق على الجزئين الأول والثاني بما أدخل عليهما من تعديلات مشروع قانون المالية للعام المقبل بني على توقعات لنسبة النمو تصل إلى 4.6% ونسبة تدخم في حدود 2% على أساس إجراءات تتخذ ضمن محاور أربعة رئيسية أولها الشماعي وثانها السثماري وثالثها إصلاحي أما الرابع فيهم متوازنات المالية العمومية لتسيطي مزيد من الضوء على مشروع قانون المالية الذي صوت عليه أمس بالأغلبية مجلس النواب ينضم إلينا مباشرة على الهواء من مكتبنا بالرباط السيد زكريا فيرانو والمحلل الاقتصادي أهلا بك سيد زكريا فيرانو العنوان الأبرز لقانون المالي 2025 ربما هو السعي إلى تحقيق توازن بين ما يلزم من جهد لتحفيز الاقتصاد وما نحتاجه لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة الإجراءات التي جاءت في هذا القانون أو في مشروع القانون هذا هل في نظركم هي كافية وكفيلة بتحقيق هذا التوازن؟ أظن كما أشرتم سيدتي على أن قانون المالية سنة 2025 قد بني على أربع محددات أساسية والتي تم عرضها في المجلس الوزاري أمام صاحب الجلالة نصره الله وهي أولا تركيز وكذلك التسريع في تنزيل ما يسمى بالدولة الاجتماعية وثانيا إعطاء نفذ جديد للتشغيل مع ما نراه من معدلات بطالة مرتفعة وثالثا هناك الإشكالية كذلك المرتبطة بالحفاظ على المكتسبات وكذلك الركائز المرتبطة بالسياسة المالية وكذلك ما يسمى بالمديونية ونسبة العجز ورابعا هي التحولات وكذلك السياسات الجديدة الاقتصادية التي يروم أن يداب إلي المغرب في أفق السنوات الخمس القادمة وأظن على أن الدراسة الأولية وكذلك الموافقة على قانون المالية 2025 في الغرفة الأولى لمجلس نواب فيتؤكد على أن الحكومة استطعت أن تنجح في تمرير هذا القانون الذي جاء لكي يجيب بالنسبة لسنة 2025 على بعض التساؤلات المهمة هناك تركيز على الدولة الاجتماعية أكثر من 45 مليار قد تم وضعها من أجل أن يتم تسريع تنزيل الدولة الاجتماعية من حماية اجتماعية من تعويضات للأرامل من كذلك إصلاحات مرتبطة بما يسمى بدعم الفئات الفقيرة والهشة وكذلك المنظومة مرضوية التربية والتعليم التي كذلك ستستفيد من هذه الميزانية الدخمة هناك كذلك أكثر من 14 مليار تم رصدها في هذه الميزانية من أجل حلحلة الإشكالية المرتبطة بالتشغيل هناك مشاريع ضخمة تأتي بها الدولة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الفلاحي من أجل إعادة إدماج الشباب سواء الحاصلين على الشهادات أو غير الحاصلين على الشهادات في سوق الشغل عن طريق برنامج يروم إدماج أكثر من 215 ألف عاطل عن العمل وهناك كذلك المناصب المباشرة التي هي في حدود 25 ألف هناك كذلك إصلاحات ضريبية مهمة جدا قد تم إدرازها في القانون المالي أبرزها الإصلاحات المتبطة في هذا الباب الضرائعي وباب المداخل كما أشرنا من أولويات قانون المالية كما ذكرنا مواصلة تنزيل أسس الدولة للجماعية يلزم لذلك إنفاق وجهد مالي مع الحفاظ على التوازنات وأهم ما تعول عليه الحكومة لتوسيع نطاق المداخل هو تحسين الإرادات الضريبية هناك توقعات بزيادة هذه المداخل كيف تقرؤون ما جاء في هذا الباب من إجراءات أظن بأن تركيز الحكومة اليوم هي أن يكون هناك مداخل مهمة بالنسبة للقطاع الضريبي وهذا يظهر جليا أولا في التعديلات التي جاءت على الضريبة القيمة المضافة التي نرى على أنها كانت دات شق اجتماعي من أجل الرفع من القدر الشرائية للمواطن خاصة في المواد التي عارفت ارتفاع ولكن بالمقابل كان هناك رفع لبعض الضرائب على القيمة المضافة فيما يخص الأمور التي ليس لها مباشرة علاقة بالاستهلاك العادي والاستهلاك الذي يستعمل المواطن في السلة اليومية لهذه المنتجات وهذا سيروم تحديث ما يسمى بالتوازن ما بين المداخل فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة وكذلك النفقات فيما يخص هذه الضريبة هناك كذلك التوسيع للوعاء الضريبي المرتبط بما يسمى بالضريبة على الشركات هناك شركات جديدة سيتم إدخالها في نطاق ضريبة على الشركات هناك مداخل جديدة لم تكن تحصل على ما يسمى بالتضريب فيما يخص العمليات التي يقام بها خاصة المداخل المرتبطة بالينصيب المداخل الغير معروفة أو المجهولة الهوية وكذلك المداخل المرتبطة بالألعاب الحرة أو ما أسميته قبل قليل بالينصيب وهذا سيدر مداخل جديدة بالنسبة للحكومة وسوف تساعد على الحفاظ على التوازن هذه المداخل التي تسعى الحكومة لتوسيعها من خلال توسيع الوعاء الضريبي يعني هذه الإجراءات لزيادة المداخل الضريبية المباشرة منها وغير المباشرة هناك إجراءات توازيها بتخفيف العبء الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة هل هذا يعني المراهنة على تعزيز على تعزيز دور هذه الشركات فيما يخص خصوصا خلق فرص الشغل وهو دور مهم جدا في الأصل لهذه الشركات في ظل نسبة البطالة التي وصلت حد 13% وهو رقم قياسي ونشاهد أنه بدأ يستقر ربما على المدى المتوسط اسمحي لي أولا أبدأ بما يسمى بالقدرة الشرائية الحكومة كذلك فقد قامت بمراجعة للضريبة على الدخل بحيث أن يكون هناك دعم للقدرة الشرائية وهذا سوف يدعم أولا الاستهلاك مما سيعطي زخما الاقتصاد الوطني وكذلك سيعطي دعم للاستثمار عن طريق للضخار الذي سوف يرتفع ومباشرة سيكون له وقع كذلك على معطيات التشغيل. ثانيا فيما يخص الشركات الصغرى والمتوسطة أشرت قبل قليل إلى مبلغ 14.5 مليار الذي وضعته الدولة أو وضعته الحكومة من أجل حل حلة إشكالي التشغيل. من هذه الرزمانة المالية سيكون هناك قيمة سوف تعنى بالشركات المتوسطة والصغيرة من أجل إعانتها على ما يسمى بإدماج المشغلين. وفي هذا الباب أظن بأن الحكومة أعطت بعض التحفيزات. أولا فيما يخص ما يسمى بالتدريبات ستكون غير خاضعة للضريبة في حدود سلاف دلم شهريا. وهذا سيساعد على دمج الشباب وكذلك العاطلين. وهناك كذلك إعطاء ما يسمى بحد أقصى لمدة 12 شهرا لمبلغ أقل من 10 ألف دلم. فيما يخص العقود التي هي غير محددة في الزمن. التي ستساعد الشركات على أن تكون أكثر تحفيزا من أجل دعم الشباب. هناك كذلك أمر مهم جدا. هو أنه في قانون المالية 2025 رصدت ميزانية من أجل تفعيل ما يسمى بمتاق الاستثمار من أجل الشركات المتوسطة والصغيرة. من أجل أن يكون هناك دعم مباشر لاستثمارات هذه الشركات مرتبطة بقدرتها على التشغيل. إذن كل هذه المنظومة التي وضعت الحكومة في قانون المالية. هي يعازمنا أن يكون هناك دعم لما يسمى بالقدرة التشغيلية. سواء للقطع الخاص. وخاصة بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة. شكرا جزيلا لك سيد زكريا فيرانو المحلل الاقتصادي. كنت مباشرة معنا من مكتبنا بالرباط. شكرا لك. أعلن بلغ المديري العام للأمن الوطني أن عناصر الأمن بمناء طنجة المتوسط. أجهدت أمس محاولة للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وحجزت ما يزيد عن 155 ألفا من الأقراس المهلوسة. على مثن شاحنة للنقل الدولي قادمة من إحدى الدول الأوروبية. نسمع بهذا الخصوص لمحمد الدو عميد الشرطة. ممتاز رئيس فرقة الشرطة القضائية بمناء طنجة المتوسط. تمكنت العناصر الأمنية تابعة لميناء طنجة المتوسط. من إجهاض عملية لإدخال كمية مهمة من المخدرات على شكل أقراس مهلوسة. تم ضبطها على مستوى تجاويف. تم إحداثها خصيصا على مستوى مقصورة القيادة لقاطرة لشاحنة للنقل الدولي. هذه الشاحنة قدمت من إحدى الدول الأوروبية. ووصلت صباحة هذا اليوم إلى ميناء طنجة المتوسط. وقد كان يتولى سياقتها مواطنان مغربيان. الكمية التي تم ضبطها من الأقراس المهلوسة بلغت 155703 قرص مهلوسة. بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم إيقافهما. فقد تم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. نشط وظهيرة متواصلة فيها أيضا. مع تواصل عمليات جني الزيتون أو إنتاج زيت الزيتون في الذروة والأسعار بين 90 و100 درهم في ظرفية طبعها توالي سنوات الجفاف. التفاتة لأطفال المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز ضمن إقامة فنية بالرباط. احتفاءا باليوم العالمي لحقوق الطفل. كغيرها من سلاسل الإنتاج الزراعية. سلسلة إنتاج الزيتون تتأثر بتوالي سنوات الجفاف. الموسم الحالي لا يزال تحت وطأة تداعيات هذا الوضع المناخي. عمليات جني المحصول تتواصل. يعول خلالها على محصول المساحات المسقية خصوصا. والذي رفع وطيرة الإقبال على المعاصر لاستخراج زيت الزيتون بإقليم توريرت. يفضل كثير من الفلاحين المعاصرة شبهة تقليدية. أما الأسعار فتتراوح بين 90 و100 درهم للتر الواحد. روبرتاج عبد الحميد المرابط وعبد العالي عميراش. مع تقدم عملية جني محصول الزيتون بإقليم توريرت. الذي ارتقب ونيفوق 15 ألف طن هذه السنة. شرعت المعاصر في استقبال غلال الزيتون. استفادة 90% من المساحات المزروعة بأشجار الزيتون بالإقليم من مياه السقي. قلصت نسبيا من تأثير الجفاف على حجم وجودة الإنتاج. إنتاج يسوق بأسعار متفاوتة. الثمان بريابل ما بين 13 درهم إلى 15 درهم الكيلو. ويعطينا القنطار ما بين 13 ليترو حتى 14 ليترو. في هذه الوقتها. أما بعد سيزيد قليلا ما بين 15-17 ليترو. مع بدء تحريك عجلة إنتاج زيت الزيتون التي يحافظ كثيرون على عصرها بطريقة شبه تقليدية. بدأ يتضح المشهد بخصوص الأسعار. هنا بجماعة العيون سيدي من لوك يتراوح السعر ما بين 90 ومئة درهم. أثمينة قد ترتفع قليلا حسب اختلاف المناطق وحجم وصنف المنتوج. بالنسبة للتامان الزيت كتراوح ما بين 90 درهم حتى 100 درهم. والجودة كان يضر لك بالنسبة لهذه الحجرة ديال المالبارد. ومحدة بالرندمو كيتزاد وتامان كيهود. وولاد الثاني الثمان ديال الزيتون راضي بقى الثمان هو هو. كنجيبه السلعة في صندوق وخوهها في الحجرة. وكتبريسة بالمالبارد يعني كتسمة بلدية يعني ما فيها لا سخون له. هذا هو اللي يعني بلدية كتميز بالجودة ديال الزيت ديالها. الزيت ديالها كتجي خاطرة تقيلة. وكتبقى بالطعم ديالها وبالفوائد ديالها. هذا ويعزى ارتفاع أسعار هذا المنتوج في السنوات الأخيرة إلى تأثير سلسلة الزيتون بتوالي سنوات الجفاف. إذ يرتقب أن يسجل الإنتاج الوطني من هذه المادة انخفاضا بـ 11% مقارنة مع الموسم الماضي. و40% مقارنة مع سنة عادية. للواحة دور مهم في حماية التنوع البيولوجي تقف صدا منيعا في وجه زحف الرمال. وتلطف الأجواء في الفترات الحارة. للحفاظ على هذا الإرت الحضري والإيكولوجي من أثار التغيرات المناخية. تسطر برامجه ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. النموذج من واحد شاغر بجهة درعة تفيلات. في روبرتاج حسن سكوري تحرير جالي لبنفتان. منظر بانورامي في غية الروعة. يشد كل زائره لالتقاط صور تجمع بين الخضرة والصحراء وعبق التاريخ. وحتولد شاكر تقع بجماعة أفوس بإقليم رشدية. وحتضم أشجار النخيل الوفرة التي تنتج أنواع عديدة من التمور وأجودها. وكذلك أشجار الزيتون. إرت طبيعي وتقافي وتراتي غني يميز جهة درعة تفيلة. أزول المغرب للمرة الأولى. أعجبت بهذه الواحة التي تجمع بين المناظر الطبيعية الخلبة والصحراء. إنه مكان رائع جدا. لكي يبهرهم بزاف هم هذه الواحات دينا. وأنواع التمور التي تغطيها هذه الواحات. وللحفاظ على هذا الموروط الإيكولوجي وحماية من أثار التغيرات المناخية. كالجفاف والحرائق برامج ومشاريع طموحة تم إدراجها ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. تهدف إلى تحسين استدامة الواحات في ظل التغيرات المناخية. كان مجموعة تقنيات التي تنظرها داخل الواحات. منها المزروعات الإيكولوجية. يعني مزروعات منتجة ومقاومة للجفاف. بتعبيات المياه سواء السطحية أو الجوفية. عن طريق مجموعة التقنيات. بواسطة سدود التحويلية أو سدود تطعيم الفرشة المائية. هي برامج طموحة تسعى من خلالها المملكة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لمناطق الواحات. مع الحفاظ على مواردها الطبيعية. وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية. مما يعزز من دور الواحات كرافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا. تجربة مدارس الريادة. من بين أبرز ما جاءت به خطة إصلاح المدرسة العمومية. في هذا الموسم الثاني لهذه التجربة. يتم العمل على توسيع شبكة المدارس المعنية في مختلف المناطق. إقليم دريوش بات يضم 18 مؤسسة تعليمية للريادة. من الدريوش روبرتاج فؤاد عزوزي محمد حشو. المدرسة الابتدائية الدريوش من بين 18 مدرسة رائدة بإقليم الدريوش. شهدت تغييرات عدة في قاعة الدرسة. بدأ الاعتماد هنا على الوسائل الرقمية والأدوات البيداغوجية وطرق تدريس حديثة للرفع من مستوى التحصيل. استفدنا من المواد الرقمية بشكل جيد. وأيضاً حتى السهل. السهل المدرسة والأقسام كانت لدينا مويدات جيدة بالنسبة للنحن. هذا العام طورت القراية مزيان في تقنية طاغل. قبل الأعوام التي كانت قراءة باللوحة والطباشير. هذا العام تحسنت القراية بزاف. هذا النهج الجديد في إطار المدرسة الرائدة. بدأ في إعطاء الأوكل دياله. والحمد لله الأطفال ديالنا كانوا تحسن. وإقليم الدريوش انخرط في مشروع مدارس الرياضة ضمن تنزيل خارطة الطريق 2022-2026. مديرية التعليم بالدريوش ترمو بحلول الموسم الدراسي المقبلة إلى تحقيق هدف تحويل نصف المؤسسات التعليمية بالإقليم إلى مؤسسات رائدة. كنا بدينا في المرحلة ديال تجربة ربعات المؤسسات. هذا الموسم عندنا 18 المؤسسات رائدة. اللي تتمثل هاتي 27-24% من جميع المؤسسات. من برمجين إن شاء الله برسم الموسم المقبل 25 المؤسسة. لا يولي أنها تطل 43 مؤسسة. وغاية تكون نسبة ديال المؤسسات الرائدة تتمثل 57%. وفي الموسم الدراسي الحالي عدد التلاميذ بالمدارس الرائدة على مستوى إقليم الدريوش يفوق 6 ألاف تلميذ وتلميذة. تجربة تعيش عامها الثاني على المستوى الوطني بانخراط أزيد من 2800 مؤسسة رائدة. تبحث بين تلاميذ اليوم عن رواد الغد. والتعليم واحد من حقوق الطفل. الحقوق التي تعد عالمية ولا تقبل التفاوض. يحتفى في ذكرى الاتفاقية التي أقرت هذه الحقوق باليوم العالمي للطفل العشرين نوانبر. وبمناسبته تستحضر وضعية أطفال المناطق المتضررة من زلزال الحوز. من خلال إقامة فنية تنظم في الرباط بشراكة مع اليونسيف. روبرتاج من الرباط ليوسف لطفي تحرير حمزة أيتم سعود. اسمعوا صوت الأطفال عبر الفن ومنحهم. مجالات للإبداع هي أهداف الإقامة الفنية كامب أورت في نسختها الثانية. نسخة موجهة هذا العام لأطفال عانوا من تداعيات مأساة زلزال الحوز. ركزنا خلال نسخة هذا العام على الأطفال القادمين من المناطق التي تضررت جراء زلزال الحوز. ومن خلال هذه الإقامة أظن أنهم يمكنهم إسمعوا صوتهم بشكل إبداعي من خلال الفنون المقدمة. المسرح البودكاست الوثائقي وأيضا الفن التشكيلية. أصناف تعبيرية يختارها المنظمون لتكون قنوات لاستخراج مكنونات هؤلاء الأطفال. والنتيجة أعمال فنية نالت استحصان الجمهور وأيضا المشاركين. كانت جربة لفريدة بزاف من نوع ديالها. خلتنا أننا نعبروا على الآثار تزلزال الأطفال بثلاثة طرق مختلفة. المسرح البودكاست دوكومنتر إلاغ فيزيويل صراحة كانت جربة زوينة بزاف. الإقامة الفنية المنظمة على مدى أسبوع والتي تتزامن مع اليوم العالمي للطفل في العشرين من هذا الشهر. ستكون مناسبة أيضا لإبراز الحقوق الأساسية للطفل مثل حق المشاركة وحق التنمية وتعزيز المكتسبات الخاصة بهذه الفئة. ونختم بالنبأي الثقافي مهرجان سينما الهجرة في أقادير. أسدل السطار أمس على دورته العشرين بعد أسبوع من العروض والندوات والورشات التي تطرقت لموضوع الهجرة من مختلف الزوايا. روبرتاج رشيد لطفي تحرير جهاندو بلالي. إسدل السطار على النسخة العشرين من المهرجان الدوري للسينما والهجرة. نسخة عرفت تتويج الفيلم الحدود الخضراء للمخرجة أنيسكا أولوند بالجائزة الكبرى للفيلم الطويل. وهو إنتاج بولوني فرنسي فيما عادت جائزة الإخراج لدرب الأشباح للمخرجة جوناتان ميلون وهو إنتاج فرنسي ألماني بالإضافة إلى جوائز أخرى. بالنسبة لجائزة سيناريو فكانت من نصيب الفيلم قصة سليمان للمخرج بوريس جيكان. بالنسبة لجائزة أحسن دور نسائي فكان من نصيب الفرنسية كاميليا جوردان بتشخيصها لدورها في فيلم حتى لا تنطفئ النيران. جائزة أحسن أداء رجالي مناصفة عادت لأبو سنكار الغنية الجنسية في فيلم قصة سليمان. وأدام بيسا في فيلم درب الأشباح. وقد تميز حفل الإختتام بتكريم كل من المخرج المغربي المتألق أحمد معنينو والفنان المتميز هودا الرحاني. أنا ما اعتبرت هاش غير فقط الناس دي المهرجان اللي أعطوني هذا التكريم هذا. ولكن هي مدينة أجادير وجهة سوس ماسا درعا وكذلك المغرب كله. هو أسبوع حافل بالأنشطة الموازية مع عروض الأفلام المشاركة بعاصمة سوس أجادير. دورة هذه السنة تميزت ومهدت لدورة مقبلة من السينما والهجرة. في ختم نشر إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. الدعم المغربي لإسبانيا لتجاوز كارثة فيضانات فالنسيا يتعزز بقافلة تضامنية جديدة. التحقت بأخرى. أرسلت بتعليمات ملكية القافلة هي الثانية في ظرف أسبوع واحد. الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بعد أوامر بإخلاء عدة مباني. السينيغاليون يختارون اليوم برلمانا جديدا في انتخابات تشريعية مبكرة. يراهن فيها الحزب الحاكم على أوسع أغلبية ممكنة لتنفيذ برنامجه الرئاسي. لإعادة مشاهدة النشرة ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دوزين بوائم آ وتطبيق ماي دوزين. شكرا على المتابعة إلى اللقاء.